السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهيوه اثناني قد اقترح عليكم اليوم واحد العجينة يعني ما غديش نكون مبالغة او اللا نزيد فيه الى قلت انها احسن الف مره من البيتزا دير الزنقة هاد البيتزا يعني دير المطاعم هاد البيتزا هدي اولا بعجينة بسيطة كدجي زوينة بسف وخفيفة وهشة وطرية وبواحد الحشو متنوع يعني كتعملوا فيها اللي عندكم يعني غنية 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 بزاف وفوق هاد الشي كتجي لذيذة للغاية هاد البيتزا هدي كترضي يعني جميع الاضواق وانتي كتاكلها او لو انت كتاكلها كتحس بانك يعني كتتضوق فيها قاع المكونات اللي يعني اللي عموما كتتعمل في بيتزات متفرقة تبعوا معي الفيديو وغادي تعجبكم ان شاء الله واتجربوها بالنسبة لعجين فانا هنا عندي ثلتمية وخمسين جرام ديال الضقيق الابيض يعني الفورس يعني تقريبا واحد ثلاثة الكسان ونص مقابل ميا وخمسين جرام ديال الفينو او لدقيق القمح الصلب غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز غادي نخلط بطبيعة الحال وغادي نضيف الملح يعني القدر الكافي ديال الملح غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال السكار وغادي نخلط ثاني واحدة رشيشة ديال الزعتر الى يعني كتعجبكم تعملوها تعملوه ما كيعجبكم ش بلاش يعني احتطر الشوف الاخير وطبيعة الحال العجن غا يكون بواحد الماء دافئ يعني ما ما يكونش سخون يعني باش ما يعني ما يقتلش لينا ديك الخميرة يعني ديك المواد الفعالة في الخميرة وما يكونش تاني بارد لان الجو باقي يعني ماشي ديال تعجن بالماء في حرارة الجو كم قاموا نضيفوا الماء بالتدريج يعني ما تضيفوه لما مرة واحدة والعجينة تتعجن حتى كتوصل القوام المناسب هنتم ما غادي تشوفوا العجينة كنحصل على واحد العجينة رطبة هنتم ما كتشوفوا كتشد لك شوية يعني ماشي مرخوفة وجارية بحال ديال بغيوش ولكن كتشد لك يعني كتبعك في يديك يعني هذا هو القوام المناسب كان دهنو داك الوعاء الوعاء اني تنفش عجينة هو اللي كان دهنو بواحد شوية ديال زيت الزيتون بالنسبة هنا كنقول بان اني كنت معمر هاد الكاس هذا بخمسمائة ميليليتر ديال الماء وعجينة يعني مني نحسب تلقيت اني عجينة تقريبا بثلثمائة تلثمائة وعشرين ميليليتر ديال الماء هنا طبيعة الحال غلفتها وخليتها خمرات هناك بما كتلاحظوا انها خمرات بواحد الشكل يعني ملحوض فانا قلبتها هنا في سطح العمل ديك الكويرة قطعتها باش نعمل بها بيتزا مارغاريطة يعني الفرماج والزيتون فقط فانا قطعت ديك الكويرة صغيرة خليتها أعلى جلب وغادي نبدأ العمل بهادك يعني الحصة الكبيرة ديال العجينة لانني غادي نعمل واحد طاوة كبيرة صراحة ما عارفاش عبارها دابا ولكن غادي نكتبوا لكم ان شاء الله في صندوق الوصف لانا ما عبرتهاش قبل ما نبدأ نسجل فانا مدتها واحد شوية طبعا لحال خديت فرشت الورق وحطيتها في الطاوة هنا يعني غادي تلاحظوا من بعد انني الطاوة باش بديت كنخدم جتني صغيرة يعني لو كملت فيها كنت لعجينة غادي نغليضة بزر فانا بدلت هالطاوة الكبيرة ومدتها مزيان يعني حاولوا تلقوها لانها كتزيد كتنفخ مازال في الفرات الليلة كنتو كتبغيوها غلايضة بزف انا بالنسبة لي كنخليها يعني وسط ماشي رقوقتاني وماشي عود غلايضة بزف هنا يا بعد ما مبددنا العجين غادي نبدأ ننتقبو واحد المسأل ارى الطاوة كبيرة ما شاء الله ارى يعني واحد الحجم كبير هذه ربيت زي يعني عائلية بعد ما تقبت العجينة فانا غادي نوزع هنا الصلصة يمكن لكم تعملوا تحضروا صلصة يعني را عندي الوصفة هنا في القناة وتقدروا تعملوا بكل بساطة الكيتشوب ممكن تعملوا حتى الصلصة الجاهزة اللي عندكم بعد ما وزعت الصلصة غادي نعمل واحدة رشا خفيفة ديال الفرماج الحمر يعني كيعجبني نعمل الفرماج للحمر يعني كيعطيل بنا وعد بني كنخليوا الموزاري للفوق يعني ما فيهاش طعم قوي هنايا بالنسبة لعناصر الحش وغد تبعوا الترتيب اللي بغيتوا عندي في الفلاخضرة في الفلاصفرة عندي قطع ديال طماطب عندي الطون وعندي يعني واحدة شوية ديال شرائح لهو الضوغ وعندي شومبينيون وانتو ما عملوا اللي بغيتو زيدوا فيها اللي بغيتو شرائح زيتون خضر شرائح زيتون أسود أول حاجة غادي نبدو بها هي الطون يعني الطون دائما ما تعملوش في السطح ديال العجين يكون مقابل العافية لأنه كيولي فيه واحد طعم خيب كيقصح وكيولي بحلة كيحرار غا تعملو دائما هو التحتاني وتغطى هنا يا عندي الفلفلة خضرة اللي كيبغي دووزها في واحد شوية يعني شحرة في واحد شوية ديال الزيت يدووزها اللي كيبغيها خضرة يخليها هاكدك خضرة أنا بالنسبة لي فضر مشي كل شي كيكلها هاكدك خضرة فأنا دوزتها يعني طيحتها في واحد شوية ديال الزيت مشي قليتة وكي راكم عارفين غير فاش كتشحروا شي حاجة وصافي باش ما تبقاش قاسية كما يعني على طبيعتها هنا يا غادي انا ما غا نحتشن الفيديو واصف نفسه وكذلك انتو ما هات تبعو في الحاجو يعني في الترتيب ديال الحاجو يعني حاجة اللي كاتبغيو انتو ما، هنا يا وزعت الشامبينيون ديك شرائح الهضوك وخديت هنا يا زيتون ديك شرائح ديال الزيتون الخضر, وهدي مقطة هي نوزعها كاميرا لا تصور فأنا وزعت الخالط المزارلة والفرماج الحمر لتضع الشرائح الطماطم ومن بعد وزعت شرائح الزيتون كحل نزيد 1 رشيش عود المزارلة ونزيد 1 رشيش عود المزارلة وخوط زيت الزيتون ونزيد 1 رشيش عود المزارة 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 قمت بإضافة البيتزا الحورة الكبيرة قمت بإضافة الحورة الطيب وضعتها في الشبكة الوسط كانت بعيدة على العافية غير طابت الحورة هنا قمت بإضافة البيتزا أعود بإضافة المزارلة ويجب أن ترى المزارلة وقمت بإضافة البيتزا فران غاز يبرد القلب ويجب أن ينفع في حاجات خارجة ويجب أن نقوم بإضافة البيتزا ويجب أن نصحكم لأنه سخونية يعني ينتشى عليه لا يحبس الفران ويجب أن يصل إلى حد درجة الحرارة يوقف شوية فإن تلاحظوا البولات الحمرين يبقوا يشعلوا ويطفوا فهو يبدأ يبرد شوية وعود ثاني يسخن فالبيتزا والمخبوزات عموما لا يريد الفران يبرد عليهم يريد أن يبقى في نفس الدرجة الحرارة باش كيطيبوضغية باش ميقصاحوش ما شاء الله جات واحد البيتزا ما شهدكم فيها وغير للمعلومية أنا رأى عملها هذه اللغدة يعني رأى ما عملت مع هاته حاجة ما رأى نقول لكم لا صالة لا مقبيلة ثلاثة شي حاجة هاد البيتزا كتطار وكتنزل قطعناها تبارك الله كل واحد جات حصيصة يعني ما شاء الله يعني جات حصيصة معتبارة وخذينا هاد الشيء والحمد لله يعني أنا ما كان حكرش على رصيف في الغضاء والبيتزا ما شي عندي أنا ما شي حكر عندي غير اللاشا كما قلت لكم راني كان عملها الغضاء وكتجي كتشبع وممتازة بزاف وما شاء الله يعني هاد كما قلت لكم أعملوا اللي عندكم وهادي ديك البيتزا الصغيرة وورا الخورة مارغاريتا شتوتها هي كطابات وجات زوية وناب ما شاء الله غير الحشو اللي زوين ولكن حتى العجينة يعني حتى العجينة جربو هاد الطريقة دي السهل العجينة يعني مفالة بيد الحليب لاتشي حاجة لا يغلت لاتشي حاجة وكتجي واحد العجينة خفيفة هاشا قطنية يعني جربو هاته هي على ضمانتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة